موجة سقيح هذه غير المسبوقة هي الأقسى منذ سنوات تشتاح مناطق وسط وشرق الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت برودتها برودة القطب الجنوبي مسببة توقف حركة الطيران وعرقلة النقل وشلت حياة عشرات ملايين الأمريكيين هنا شيكاغو ثالث أكبر المدن الأمريكية التي وصلت درجة الحرارة فيها إلى ثلاثين درجة مئوية تحت الصفر أي أقل من درجة حرارة عاصمة ألاسكا وأكثر برودة من بعض مناطق القطب الجنوبي شلت حركة الطيران والقطارات وتم تعليق عملي جهاز البريد في أنحاء من إنديانا وميشيغين وإلوني وأوهايو ودكوتا ونبراسكا السلطات دعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم في نحو 12 ولاية حيث انخفضت درجات الحرارة خلال الليل بشكل كبير في أسوأ موجة برد تشهدها المنطقة منذ جيل بسبب تدفق الهواء القطبي المتسرب من الدوامة القطبية التي عادة ما تحيط بالقطب الشمالي وحسب دائرة الأرصاد الوطنية فإن الكتلة الهوائية القطبية القياسية ستبقى فوق وسط وشرق الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام المقبلة ترجمة نانسي قنقر